تلاشي بقى الزواج اللي احنا بنتكلم عنه ان كل واحد يحس ان هو بيتلاشى معناه ايه؟ ان كل واحد يحس ان هو بيدوب وبيتماهى وبيحصل له تحليل يتحلل كده فعشان كده بنقولهم الزواج لايسى فقط في الالتقاء العاطفي والجنسي وان كل واحد فينا يحصل انبساطه في الجواز لكن احنا لازم نعرف ونقول حاجة مهمة جدا هو انا لسه هروح اتعلم علشان اتجوز ده عبارة بنسمعها كتير اوي 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 او انا هروح اتعلم عشان اتخلص من مخوفي في الجواز وما انا متجوز بقى لي سبع سنين والجواز شغال يعني مع اضرابش في وش والحقيقة انت الجواز عندك بعافية شوية ولذلك حضرة النبي من اول مسألة قال من استطاع منكم الباقة فليتزوج ولازم كمان نعرف ان الجواز من اكتر الحاجات ان الواحد فيها لازم يتطور ويتغير شوف سيدنا عمر تطور لدرجة ان هو بقى يقدر زوجته ازاي لما تعلم في مدرسة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس صحيح بتتجوز عادي لكن لازم نقول للناس في شيء مسكوت عنه ممكن يؤدي كوارث وهو الجواب على سؤال مهم جدا كلنا لازم نسأله لنفسنا حتى واحنا متجوزين هو احنا مؤهلين مؤهلين كأسرة من خلال أسرة المنشأ وجزوجين ان احنا نتجوز ونقيم أسرة او نستمر في الأسرة يعني احنا عندنا من المهارات ومن الجدارات ما تجعلنا نأخذ هذه الأسرة الى بر الأمان انا عارف ان انتم بتسمعوني دلوقتي لازم كل واحد فينا يسمع قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مع زيرة يا ما ينفعش ان انت تقول طو انا كنت اجيب منين مدلنا تعلمت عليه وده سلو بلدنا ما فيش كده لازم نعرف ان كمان اللي تربينا عليه اختلف في ثواني احنا الوضع اللي احنا فيه دلوقتي اختلف تماما عن الوضع اللي كان فيه أهلينا اختلف لان الستات ورجالة أدوارهم في الأسرة اختلفت فالستات دلوقتي اختلفوا عن زمان وكمان الاهداف الزواجية اختلفت عن زمان يعني اختلفوا عن زمان الادوار اختلفت وكمان هداف الناس من الجواز اختلف احنا منشوف حد هدافه في الجواز دلوقتي ان يبقى عنده بنت او ابن وخلاص والجواز بعد كده يزول ويذهب اشتركوا في القناة